السلام عليكم ازاييكم اخباركم اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة وكانان مغامرة جديدة وشوية روتينات وتنظيفات وتنظيمات استعيد بيها كده لليد طبعا لسه فاضل معينا ايام بسيطة والاسف كده شهر رمضان يعتبر خلص معينا بمنتهى السرعة ويه زي ما بيقولوا كده الايام الحلوة ما بنحسش بيها وتحس بالفعل ان هي بتخلص معينا بسرعة تعالوا مع بعض كده نشوف بقى السيدة اللي قدامنا بشوية بقى الروتينات بتاعتها بتحضيراتها بتنظيماتها وازاي كمان هتقدر تبهرنا هنا بشوية افكار حلوة جدا لايقاتكم كده الحلوة معي ولو اول مرة بتتابعوني هنا في القناة بتنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعروا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد وطبعا بدأت معينا اول حاجة كده بتنظيف الدريسنج ومش على قد الدريسنج ده بس ده لسه كمان عندها كذا جزئية كبيرة جدا سواء في المطبخ الدريسنج بتاع الملابس يعني الدولات بقى المطبخ الخاصة كمان بقى كده يعني بس جواكب بتاعتها والتأفيرة الصغيرة اللي عاملها هنا وحط فيها كوري الاغراض الاضافية او الزيادة عندها في البيت المشات بقى المساحات الكلام ده كله كل الحاجات دي حطها في بوكسيته بنظام الدريسنج الصغير ده وقدر بالفعل تنظمه بالصورة والفكرة اللي انتوا شايفينها وده كمان كده برضو حط فيها غرفة الغسيل الغسالة بالمجفف وبالفعل دي اجمل حاجة بنشوفها عند الاجانب وغرفة حتى كمان لو مساحتها صغيرة جدا بتقدر تنظم بيها البيت ككل بعيدا طبعا عن المطبخ بحيث يبقى مساحت المطبخ عندك اروى واجمل بكتير وحيب اقولكو كمان في نفس الوقت مجرد ما داخلت غرفة الاطفال هنا بدأت تشير كل حاجة من على الارفف ونبدأ طبعا نمسح رف رف كده ونزبط المكان حوالين مننا ونبدأ ننظم كل حاجة بتنظيمة حلوة كده بقى شكلها على الأقل مريح للعين مش مجرد ما تدخل المكان تلاقي شكله فوضى شكله مكركب تحيث ان انت مش مرتاحة ولا مبسوطة ابدا لكن بالنسبة للست الشطرة هي اللي بتقدر تنظم وتنصك كل ده ودايما بتحاول ان بيتها يكون في اجمل صورة بايدا طبعا عن الفوضى عن الكركبة شكل بيتك مجرد بتنظمي وتنصقي الشكل بيبقى اجمل واروع بكتير وتخيالي كده معي كمان شكل الادراج دي من جوه قبل وبعد طبعا هتلاقيك دايما في الصورة اليومية بتحاول يتنظفي وتنظمي لكن فيه ستات بالفعل بتنظم وترتب ادراجها من جوه يمكن بصورة يومية وستات دانية هتلاقيك كده بترمي اي حاجة ممكن تقابلها لكن مجرد ما بتيجي بقى تنظمي وترتيبي كل ده بتحاول ان كل حاجة تبقى في مكانها الطبيعي شكلها اجمل واروع بكتير تعالوا برضو هنا كمان نشوف دلوقتي شكل المكان هنا وغرفة النوم طبعا مجرد بخلاص التفاصيل كتيرة يلا بينا نشيل بقى ملايات السراير ونبدأ نغسل ونعاقم وانطهر كل الحاجات اللي مطلوبة مننا دي ونبدأ بالفعل كده نزبط المكان بصورة اجمل واروع بايدا طبعا بقى عن الكركبة والفوضى مجرد بتنظمي وتنصكي كل حاجة وتحطي كل حاجة في وضعها طبيعي شكل المكان بيكون اروأ واحسن بكتير بالنسبالك لا فيه كركبة ولا فيه فوضى والمكان كمان يعني ممكن يكون حلو جدا ويلا بينا كمان نشوف كده افكارها في غرفة النوم وازاي هتبدأ تفرش معينا السرير حتى لو بطريقة ممكن تكون بسيطة شوية طبعا بقى تلميع القرفف دي المفروض كل ست بيت بتقوم بيه بصورة يومية تنظيف الارضية ومسح الارضية وتعاقمها دي كمان من الحاجات المهمة جدا حتى كمان هنا الجزء الموجود تحت السرير بدأت تشيل كده السرير وترفعه طبعا ونبدأ نشوف بقى تحت منه كم موجودة كنسة سريعة ومسحة سريعة عشان نبدأ نرش كل حاجتنا بس على نظافة ودي كمان بقى بالفعل كده الخطوات المهمة شوية المنظمات بتوعها وهتبدأ تجيبهم وترس كل حاجة بعيدا عن الكركبة والفوضى والأشكال العادية والتقليدية وبالفعل يا جماعة هي دي الخطوات اللي الستات الشطرة بتقوم بيها ويلا بنا ندخل على الحمام وزي ما قلتلكو قبل كده منزل فيه أطفال بيبقى الوضع فيه مكركب شويتين فتعالوا مع بعض كده نبدأ ننظم هنا المكان ونوضبه ونشوف كمان دلوقتي هنمشي مع بعض خطوة خطوة ازاي طبعا بقى أول حاجة بدأت تشيل كل الحاجات اللي ملهاش لازمة وكل حاجة طبعا تروح مكانها ويلا بينا كده نبدأ نطهر ونعاكم الحوض والأجزاء اللي حقارين منه وكمان أكيد برضو فيه تمضيفة ممكن تكون عميقة جدا اللي هي بقى تمسكي فيها الحكم من فوق اللي تحت وكمان البنات اللي موجودة عندك في الحمام وتبدأ تغسلي كل الأغراض والتفاصيل البسيطة اللي زي دي وطبعا بقى حاجات زي دي بتخص الأطفال لازمة بيكون فيها تعاقيم بكل حاجة موجودة عندك بشوية المنظفات بقى المعاكمات اللي موجودة يعني عامة الموضوع ما بيكونش سهل وبسيط كده أبدا الست الشطرة هي اللي بتحاول تعاكم وطاهر البيت دايما بصورة مستمرة وبالفعل هي هنا دي الخطوات اللي قام بيها تعالوا كمان دلوقتي معايا كده نفتح دراف المطبخ من جوة ونبدأ ننزل كل الحاجات اللي قدامنا دي ونبدأ طبعا بقى نمسح وننظف وننصد كل حاجة تاني بس مع نظام وترتيب معين بقى أيضا طبعا بقى عن شوية الفوضى ويمكن كمان هنا الوضع صراحة ما كانش صعب أبدا هي بقدر أن هي منظمة دايما لكن صعب برضو بتيبقي ناقص كده تكة معينة شوية إضافات معينة منظم جديد برضو تجبيه القرس الدوار اللي زي ده وتحط فيه كده وتلمي كل أطقم التوابل بتاعتك الفكرة في حد ذاتها تبقى أحسن بكتير بعيدا طبعا بقى كده عن الكركبة والفوضى ويمكن هنا كمان برضو حتى لو شكل الأدراج من جوة أو الضرف بتاعت المطبخ نظيفة لكن صدقيني بتبقي دايما عايزة توصلي المرحلة اللي بتكون أروى بنسبة 100% بالنسبالك بعيدا طبعا عن الشكل اللي ممكن ما يكونش لطيف أبدا وإزاي تكوني 6 منظمة وشطرة وبتقدري كمان تقومي بروتيناتك على أكمل وجه والمسئولية والنظام بالنسبالك دول أحسن حاجة والصراحة هي من الستات اللي تديكي باور وطاقة ما فيش بعد كده كل حاجة ممكن تكوني بتفكري فيها هي عملتها معينة النظام والترتيب بالنسبالها مش مجرد روتينات عادية تعالوا كمان دلوقتي كده مع بعض نشوف روتين جديد وطريقة تنظيف جديدة وتنظيم كمان مختلفة وشكل البيت وهو بيتغير معينة وكمان في نفس الوقت اهتمامها بكل حاجة التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة وكمان واحنا بنشوفها كده طبعا في حاجات ممكن تبقى في غسلت الأبباء بتشويها حاجات هتشغلي عليها غسلت الأبباء من أول وجديد وزي ما قلتلك شغل المبخ وشغل البيت من الحاجات اللي للأسف مش بتخلص أمدا دايما كل حاجة بتزيد معاكي والمسؤوليات والالتزامات بتزيد أكتر وعشان طبعا تقصلي درجة النظام والترتيب اللي زي دي حاولي تبقى ايدك في البيت باستمرار ما تستنيش ان الموضوع ممكن يتراكم عليكي وشكل البيت يبقى مش لطيف أبدا وان انت طبعا وراكي مسؤوليات والالتزامات أكتر وعايز شكل البيت أول بأول يبقى ميت فل وعشرة حتى فرن المتجاز من جوة منستهش أبدا وقررت تشيل معنا كل التفاصيل دي وتبدأ كمان في تنظيفة سريعة غسلت الأطباء كده برضو بتحط فيها معظم الحاجات الخاصة بالفرن عندها بحيث طبعا ينجز معاها برضو في الوقت ويلا بينا كده نشوف في النهاية شكل المبخ كان أروى إزاي طبعا برضو كمان يوم جديد وبتقولك ده بيكون بقى شكل البيت عندها بعد أي حفلة زي مثلا حفلة عيد ميلاد وطبعا بقى لو انت كنت عاملة عزومة معينة وناس كتيرة كانت جاية لك فبتضطري زي ما بتنظفي البيت قبل عيد الميلاد بتتنظفيه كمان بعد حفلة عيد الميلاد وساعتها الموضوع كمان بالنسبة لك ممكن يبقى أصعب وخصوصا طبعا لو انت كنت عاملة زينة كتيرة بقى وحاجات زي أصعيس الورق اللي ممكن تكون موجودة على الأرض وطبعا بقى حتى فروع الورد وبقيات الورد الكلين جاية لها كوال الكلام ده بدأت تشيره في شاطق وممكن طبعا حاجات تحتفز بيها وحاجات تتخلص منها تعالوا كمان دلوقتي مع بعض كده ندخل معي هنا في الجزئية الخاصة بالدريسنج وشكل طبعا بقى المكان ده إزاي هنبدأ نرسه وننظمه مع بعض ونبدأ كمان نوضب كتا وضيبة سريعة تغير بيها شكل المكان ده كله طبعا بالفعل بدأت تشيل كل حاجة وتحط كده على السرير ويلا بينا نمسح الدريسنج ده بتفاصيله والصراحة بقى الحلوة جماعة في الدريسنج ده إنه هو داخل لجوة كده فجزئية ممكن تكون مختفية شوية مش باينة أبدا لكن برضو على رغم من ده كله نظمها وترتبها فيه لازم يكون موجود وبالفعل بدأت كده تحط الجواكت لوحدها قد الشرطات لوحدها البناطير لوحدها يعني لازم يبقى في تأسيمة برضو مظبوطة جدا وشكل المكان لازم يكون أحسن وأحلى بكتير وبالفعل هي دي الحاجات اللي قررت إن هي تقوم بيها بايدا طبعا بقى كده إن شكل المكان مش لطيف لكن بتقرر تنظم المكان وتوصل لدرجة الرقية اللي هي عايزاها وبالفعل دي طبعا من الخطوات اللي احنا شفناها ودي كمان كده برضو تقفيلة صغيرة ممكن تقوم موجودة جنب باب الشقة زي ما احنا عارفين بتيجي من بره بقى بتحطي الجواكب بتاعتك ممكن برضو البوتات أو شبعض الشوزات البسيطة بتاعتك هنا برضو كده بقى الكاب الشمسية مثلا لو انتي بتحبي دايما تاخدي الحاجات دي معاكي فتيجي ببصي بقى المكان ده برضو إزاي هتنظمه فيعني اعتبر النهاردة قامت معاينة بشوية تنظيمات وروتنات سريعة بتفرق جدا وتعالوا مع بعض كمان دلوقتي كده نعمل روتين سريع وناخد فيه شوية باور وطاقة حالوة شربت طبعا المشروب الصباحي بتاعها وده طبعا في أيام كانت قبل شهر رمضان يعني في كده الحالية تصدقيني هي الفكرة واحدة هي بس ان انتي هنا صايمة ممكن تقيم كأسطيلة شوية ومش قادرة بعض الأوقات وفي الأيام العادية طبعا بتصحي بقى تضبط دماغك بقى على المشروب اللي انتي بتحبيه وبتبدأ بعد كده تشوفي الشغل البيت اللي مطلوب منك وكل طاقاتك وحماسك قد إيه بينجزه معاك كده وشكل البيت بالنسبالك بيبقى أروى وأحسن بكتير ده هناك كبين دلوقتي معينا يوم جديد والروتين جديد وشكل البيت بعد مكان حاله أكيد كويس لمرحلة إن الوضع كله يضرب يقلب ومفيش حاجة في مكانها والطبيعي أبدا تعالوا مع بعض كده نبدأ ننظف وننظم كل حاجة ونشوف كده برضو شوية الكركبة والزبالة اللي ملاش لازم نبدأ نتخلص منها غسلت الأطباق بتاعتك فيها حاجات بتبدأ تشريها وتشغلي كمان غسالتك من أول وديد طبعا الروتين البيت ده من الحاجات اللي يمكن مستمرة معينا ودايما كل ست بيت أكتر حاجة بتعاني منها هو أن حض الموعين بتاعها يبقى ماليين طب بلك هنا نيعا عندها غسالة أطباق ممكن تكون بتساهل عليها تفاصيل كتيرة جدا ومعوظمنا طبعا مفيش عنده للأسف غسالة تنجز معي في الوقت وعالرغم من ده كله هتلاقي الست من دول شطرة جدا أتمنى من كل قلبي أكيد أن فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى لايقاتكم الحلوة وحمسكم واشتراكم معي عشان أبهركم بكل جديد وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة